ازمة سياسية خانقة انعكست بالسلب على الاقتصاد اجراءات استثنائية لا تحظى بالاجماع وحملة من الاستدعاءات القضائية تلاحق كل صوت معارض ما هذا الا غيض من فيض في المشهد التونسي المتأزم والذي يسير بالبلاد لمرحلة غير مسبوقة في تاريخها الحديث فبعد ايام من انتخابات تشريعية قاطعها الشعب التونسي بكثافة بدأت سياسة التخوين من قبل ساكن قصر قرطاج قيس سعيد ما ادى لتحالف تيارات سياسية ونقابية تدعو للتغيير وفي اسرع وقت ممكن وهم تجسد على ارض الواقع باضطرابات شملت عددا من المجالات والقطاعات الحيوية في حلقة اليوم من ملف خاص نقرأ الازمة التونسية السياسية وكذا الاقتصادية ونعرج على السيناريوهات المحتملة في مهدمة سمية بالربيع العربي يحضر معي في حلقة اليوم الدكتور محمد زكريا أبو الدهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا ومرحبا بك شكرا الأخ نوفل كما يشعرنا أن نرحب بالأستاذ لحسن قرطيط الخبير والبحث في العلاقات الدولية سيحسن أهلا ومرحبا بك نعيش في منطقة مغاربية تتعدد أزماتها من ليبيا التي جزالت تعاني مما سمي بالربيع العربي وتبحث عن بناء المؤسسات إلى جزائر هي الأخرى لا تشهد إجماعا على المؤسسات ومن ثم تونس التي قال البعض بأنها خرجت من رحم ما سمي بالربيع العربي وبدأت بانتخابات ديمقراطية يعني تصفر عن مشهد سياسي قد يكون فيه الكثير من التناقضات ولكن على الأقل كان هناك شبه إجماع من الشارع التونسي اليوم قد نقول بأن أشهر مرة على القرارات الأحدية الجانب التي تخذها السيد رئيس قيس سعيد والتي جمد فيها المؤسسات من البرلمان إلى الحكومة وتعلمون ما حدث حينها لكن أعتقد بأن اليوم بلغ السيل الزبا بالنسبة لأطراف المشهد السياسي والاقتصادي والقوى الحية ومنها ما تعلمون قيمته النقابية هناك في تونس لم تشفع له الانتخابات التشريعية ولا حتى الخطابات ذات اللغة المنمة الرنانة التي للأسف بعد الانتخابات أصبحت تتسم بالتخوين ما يدعى تونس تواجه مصيرها والشعب يائن كما يقال كما قلت الأستاذ نوفل هي أزمة عميقة إن على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المجتمع أو المستوى الاجتماعي ينبغي القول في المجمل على أن الطبقة السياسية بكل أطيافها على المستوى تونس لم تكن في اللحظة التاريخية المطلوبة بمعنى أنها لم تكن في مستوى انتظارات الشعب التونسي لم تكن في مستوى من خرجوا في ديسمبر 2011 وأعتقد على أن الرئيس الحالي كما أشرت إلى ذلك الرئيس لدي جاء بطبيعة الحال بغضب شعبي عارم بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها تونس وبطبيعة الحال الرئيس قيس سعيد استغل بدكاء ودهاء الاحتجاجات الشعبية واستغل الأزمة الاقتصادية لتصفية الحساب مع المكونات السياسية من كانوا ينافسونه أسماء منها عرفت بقضايا الفسد وتبعت وصدرت أموالها القوة السياسية الوحيدة التي كانت من ضمع المستوى تونس هي حزب النهضة الذي بطبيعة الحال لم يكن في مستوى وهنا أتحدث بلغة واضحة لم يكن في مستوى ما كان منتظرا من تونس هذه الدولة التي كما أشرت تم الترويج على أنها تشكل الاستثناء ضمن دول التي عرفت ما يسمي بالربيع العربي والذي تحول إلى خريف بل أكثر من ذلك تسبب في انهيار الدولة تسبب في أزمات سياسية لا تلازلت دول التي عرفتها تعاني منها إلى حدود الآن وبالتالي مدومنا نتحدث عن الحالة التونسية ينبغي الإقرار على أن هذا الرئيس كما قلت هذا الرئيس الذي كان فعلا وهذا ينبغي الإقرار به أن في البداية كما قلت استغل الغضب الشعبي كان هناك تعييد إلى حد ما لرئاسة وهو ما عبرت عنه الانتخابات الشريعية والرئاسية إلا أنه الأسف الشديد كما قلت سينقلب بمعنى أن الطريق الذي أوصل قيس سعيد إلى السلطة هو سينقلب ضد ما تمت مراكمته على المستوى الديمقراطي ما تم إنجازه على المستوى السياسي على المستوى الانتخابي وتتم الردة عليه وبالتالي في الوقت الذي كان ينبغي أن يحقق هو الإجماع على المستوى الشارع التونسي في الوقت الذي كان ينبغي أن يؤسس لتعاقد اجتماعي لتعاقد سياسي أن يؤسس لوفق سياسي بين المكونات السياسية إلا أنه لحدود الان وكل المحطات التي بطبيعة الحال منذ أن تمت إقالة الحكومة وتعليق أعمال مجلس النواب إلى حدود الان كل المحطات تتبت على أن هذا النظام هو يتجه على المستوى تونس يتجه إلى إعادة إنتاج الدكتاتورية وهو الأسف الشديد هو المرض التاريخي للعديد من الدول كما تقول المعارضة التونسية حكم الرجل الواحد هذا ما يريد قيس سعيد أن يعيد إليه تونس والدليل يعني رأي جبه الخلاص أحمد نجيب الشامي يستدعى مجموعة من الحقوقيين والفاعلين والمحامين يستدعون أيضا للقضاء استدعادات قضائية بالجملة وكلهم يجمعون على أن الرجل يعني يريد فعلا دولة الرجل الواحد الصوت الواحد اللامعارضة والدليل تلك الكلمات التي صدرت من قيس سعيد عقب الانتخابات التشريعية وكيف تحدث في فيديو شهير وأن تتناوله التونسيون وحتى منصات تواصل الاجتماعي العربية عن تخوين أحد المسؤولين بأحد الوزرات وأنه ذهب واجتمع بكتلته بفرقته وأنه لا يمكن أن تجمع ما بين الاثنين هل بالفعل اليوم ما تحدث عنه دستاذ الحسن أقارطيد أن الثقة فقدت يعني نتذكر أنه كان هناك مرزوقي راشد الغنوشي آخرون وجوه أفرزتها الديمقراطية التونسية بعد الربيع العربي ولكنهم بالنسبة للتونسيين فشلوا بطريقة أو بأخرى وبالتالي اليوم لا يمكن أن يتسامحوا كهيئات كأحزاب كنقابات كمجتمع مدني في دولة مدنية منذ عهد بورقيبة مع قيادة تقول تونس ليس للهاوي على المستوى السياسي ولكن حتى على المستوى الاقتصادي كما قلت الأخ نوفل وأن السيد قيسعيد ونتاج جدرافية خاصة وفات الرئيس السبسي تماما والذي كان يحمل نوع من الحكمة والإجماع بالنظر إلى خبرته وإلى حنكته ولازلت أذكر أنه في الانتخابات الرئاسية الاستثنائية إن صح التعبير كان بين المنافسين من كان في السجن وربما خرج ولم يكن له قدرة على أن ينافس السيد قيسعيد الذي منذ الأول كان نوع من لا أقول إجماع وإنما تنقل بأنه أستاذ قانون الدستور يفهم في تدبير المؤسسات إلى آخره إلى آخره ولكن مع الوقت تبين أولا أن القوى السياسية التي أدت بها إلى السلطة حركات النظر بطبيعة الحال لا يمكن أن ننسى ذلك ثم نعمل إجماع نسبي نقول بأن الأغلبية الصامتة دكتور اسمح لي على المقاطع الأغلبية الصامتة التي شاهدت وحاولت أن تلعب دور المتفرج على المشهد السياسي ما بعد الربيع العربي وجدت ضلتها في قيسسعيد بالنظر إلى منافسين الذين كانوا لديهم قضايا فساد وأيضا بالنظر إلى أن حتى تونس لنقولها بملء الفي كقابلية لأن يكون أحزاب بمرجعية إسلاموية جلة الوصيين لا يقبل ذلك وجربوا وتجريب المجرب بالنسبة لهم لا فائدة ولم يكن له تاريخ سياسي إنصح تعبير لأنه ليس غير ملوث تماما تماما نعمل إجماع إنصح تعبير وحتى الشباب عندما نقرأ مثلا نتائج الانتخابات نرى بأنهم صوتوا بشكل كبير حتى على مستوى تعديل الدستور ما يسمي تونسا بانقلاب 25 جوليا 2021 على كل حال إذن الشخص بدأ يظهر تباعا من خلال مجموعة من القرارات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارج لم يكن بارزا حتى مع علاقاته مثلا مع المغرب ونعرف تلك الواقع المتعلقة بالتيكاد إلى آخرين نترك جانبا هذا الموضوع ولكن الآن نستمع إلى التونسيين وإن قسمت التونسيين أردت أن تتركها جانبا ولكن التونسيين قالوا من الذي أدى ذلك لك تدخل فيه صراعا مع دولة مغربية شقيقة لم تقدم لنا إلا الخير ويمكن أن تقدم لنا ما هو أكثر وأن تفشل قمة اقتصادية كاتيكاد التي كانت قد تنعش الاقتصاد التونسي ببعض الضمانات من اليابان من اليابان التي تنظم هذه القمة والصنديق النقد الدولي وغيرها من المغرب كان من المبادرين مستشفيين بيدانيين عسكريين وكما نقول جسر جوي ما بين الرباط وتونس وفي هذا الجالب نحن أيضا لدينا علاقة في إيطان ما يسمى الاتفاق أقادير في المغرب في تونس في مصر في الأردن كان ربما من الأفيدي أيضا أن تفعل مثل هذه الاتفاقيات ناهيك عن الإنخيرات عن المستوى الأورو المتوسط إلى أخير هناك اعتبارات جيوسيا سياسية مهمة جدا حتى أفريقيا لدينا مؤسسات بنكية في تونس تأغل الآلاف السؤال أخ نوفل هل للسيد الرئيس قيسعيد المهم على كل حال هو نتاج صلادق الاقتراع نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي ولكن نقوم أو نقيم كمغاربيين غيرين على الاتحاد المغريب العربي وعلى الأوضاع في تونس نحن نريد لتونس إن شاء الله استقرار الروز دهر ولكن نرى بأنه السياسات الداخلية أيضا لها تداعيات المستوى الخارجي فما يمكن أن أقول أن التونس الآن يخشون الجوع هكذا يقولون بحيث أنه التونسي مع البطالة مع التضخم مع تأخير أيضا إعطاء قرد من طرف صندوق النقد الدولي وإن كان هذا القرد يالف 1.9 مليار دولار لا يفي بالمقصود ولكن على كل حال على الأقل بلوارات قانون المالية الذي الآن على حسب أيضا التونسة لا يستطيع حل حالات المشاكل الاجتماعية والمعطيلات الاقتصادية بالتالي فهناك اختناق واحتقان ربما قد يؤول إلى ما لا تحمد عقبه وبالتالي فالصيد قيس عيد أمام اختيارات صعبة جدا وما هذا ما قاله يعني أقتبس من ما قاله السيد نوردين طبوب رئيس أو الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قال تونس مقدمة على طوفان اجتماعي وقد نرى ملامحه قد بدأت بإضراب قطاع النقل الذي شل الحركة تماما داخل تونس اليوم الموضلة التي يواجهها النظام التونسي الذي يختزل في شخص واحد حتى مستشارته كانت في الرئاسة وخرجت وأصبحت تعلن عن ما كان يدور هناك حتى أحد أبرز السياسيين والمحللين ذهب برسالة من فئة سياسية وطبقة محترمة ولطالما ذهب بها دون ذكر أسماق قال وجدت الرئيس وكأنه معتقل يعني شبه معزول لم أرى في حياتي يوما حتى لم يستقبل لم أرى في حياتي يوما رئيس تونسي بتلك الوضعية اليوم كيف يمكن أن يواجه قيس سعيد هذه المستجدات لأن الموضوع لم يعد يقتصر فقط على خطاب يخرج من الغنوشي أو يخرج من شخصية سياسية تعبر عن مشهد سياسي متأزم لا اليوم دخلت حتى النقابات التي كانت في وقت ما تساند الرئيس التونسي في خطواته أحادية الجانب كما قلت الأستاذ نوفل هناك احتقان الشعب كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية وبطبيعة الحال كل التدابير التي تخذها الرئيس لم تجد حلا للأزمة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية خصوصا حين نتحدث عن المواد الضرورية أن توفرها على المستوى الأسواق على المستوى الأسواق التونسية وبالتالي هذا الاحتقان الشعبي هذا التضخم الذي بلغ أكثر من 8% كذلك نسبة البطالة التي تجاوزت 15% على المستوى تونس كذلك نسبة الدين الخارجي هو ارتفعت بشكل مهول بالنسبة لتونس وكما قلت في الوقت الذي كان ينبغي لهذا الرئيس أن يؤسس توافقا أن يؤسس إجماعا سياسيا وتوافقا بين الأطياف السياسية بطبيعة الحال عبر إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة بمعنى انتخاب حكومة والعودة إلى الحياة الطبيعية لمؤسسة البرلمان كمؤسسة تمتيلية كمؤسسة للشعب هناك ردة كبيرة على كل ما تم إنجازه على كل ما تم تحقيقه من سنة 2011 إلى حدود الآن وبالتالي المطلوب ما كان مطلوبا من الرئيس التونسي تنفيذه لحدود الآن وكما أشرت هي صورة درامية ما تحدث عنه الأستاذ نوفل للرئيس قيس سعيد فعلا صورة درامية لأن في نهاية المطاف هذا الرجل هذا الرجل فقدت هذا الرجل فقد الإجماع النخبة السياسية وهنا كما أشرت إلى الحركة النقابية تونس احتفظت دائما بحركة نقابية قوية عبر أكبر منظمة نقابية على المستوى تونس وبطبيعة الحال هذه المنظمة حين تصطف إلى جانب الاحتجاجات الشعبية بمعنى أن ذلك الدور الذي كان ممكن أن تلعب هذا النقابة والذي لعبت خلال للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي هو ضروري بطبيعة الحال للانتعاش الاقتصادية لأنه لا يمكن الحديث على نهوض اقتصادي إلا لإلا بوجود استقرار سياسي كشرط أساسي بوجود السلم الاجتماعي وهو مهم جدا للخروج من عنق الزجاجة ولذلك أقول على أن هذه المرحلة أو هذه الضرفية هي ضرفية حساسة جدا كما قلت هي تأتي في شهر ديسمبر هذا الشهر المعروف بالاحتجاجات الشعبية لأنه دائما هناك ذكرى سنوية هي ذكرى التورى وبالتالي هذا الشعب حينما يقف الآن على كل ما تمت مراكمته يجد على أنه تمت العودة بطريقة أو بقرة إلى عصر الدكتاتورية من خلال الشخص الرئيس يتم العودة إلى الحيف الاجتماعي إلى الحيف حتى على المستوى الاقتصادي ينبغي التذكير على أن تونس قلبه قبل طورة قولة طورة 2011 كانت المؤسسات المالية الغربية تقدم تونس كنموذج كنموذج حققت تنمية يتم تشبهها بالدول الأسيوية التي اعتمدت بطبيعة التي تمكنت من تكيف الرأسمال الأجنبي لصالح الرأسمال المحلي إلا أن الأسف شديد التناقضات التي كانت تعتمد داخل تونس والتي ستصمر بعد الطورة ولذلك أقول هناك فشل للطبقة السياسية أولا هناك غضب شعبي عارم بمعنى في اتجاه أنه يعاقب طبقة السياسية من جهة وصويت على قيس سعيد كما أشرت الأستاذ نوفل الغاضبون خلال العشرية الأخيرة استغلوا الأزمة التي عرفتها أزمة ألفين التي تراكمت والتي أدت إلى والتي أدت إلى الانتفاضة إن سميناها والتي عرفتها كل مدن تونسية سنة ألفين وعشرين هذا كله دفع التونسيين إلى إعطاء أصوات أصواتهم للرئيس قيس سعيد لكن كما أشرت دكتور زكريا على أن الرئيس قيس سعيد كان من الضروري أن يستجيب لمطالب هذه إلا أنه للأسف الشديد تم التراجع على كل ما تم موعد به الشعب التونسي نعم وذلك كان محط تعجب واستغراب وعلامات استفهام وأيضا استنكار وأيضا تعليمات حتى كانت قد تصدر من هنا وهناك من بينها من واشنطن على لسان أنطوني بلينكين وسنعود لذلك ولكن قبل هذا فيما تبقى من دقائق كما يقال آخر العلاج الكي الرجل ذهب إلى تجميد عمل البرلمان وحل حكومة المشيشي وجاء بحكومة أخرى ووضع العنصر النسائي وحاول أن يظهر بذلك الشخص المتقبل لمجموعة من الأطياف وأن يخلق حكومة تونسية قادرة على لم الشمل ولكنه فشل في ذلك بعد ذلك لماذا لجأ؟ لجأ إلى عملية الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية يشارك فيها 9% حتى أن سأقتبس لك من مراسل رويترز الذي زار ست مراكز اقتراع ذهب إلى هذه المراكز في مجموعة من المناطق ممن سألهم قال له ألم تذهب لتصوت؟ قال دعني من الانتخابات دعني أستمتع بكرة القدم وأشجع المغرب حينها كان المنتخب الوطني المغريبي يلعب في مونديا لقطر ويشرف المغاربة والمغاربيين والعرب إلى أي درجة وصل الاستهزاء بعملية سياسية انتخابية كان يقدسها التونسيون حتى ملنهم يصنفون ضمن خانة لامنتمي وكان يذهب لصندوق الاقتراع ليصوت أن تحصد هذه الأرقام المخيبة للآمال 9% على مئة الألاف التي يشاركون من ملايين يعني هناك كان مصار أولا الإتيان على إيجابيات ما سمي بالربيع العربي وخصوصا ثورة اليسامين في تونس وكان يحتدى بها كمثال لدى المؤسسات الدولية التي الآن بدأت شيئا ما تتبرأ من ما يقوم به السيد قيسايد من جراء الإتيان أولا على الدستور وهو مكسب كبير 2014 حل برلامان ضرب على أعناق أوفق أعناق القضاة إلى آخرين يعني حتى المكتسبات تم الإجهاز عليها وهذا خطير جدا ثم ثانيا محاولة ربما استغلال سياسي أو حتى سياسوي لأجواء خيمت من جراء الكوفيد 19 وكما تعلمون كانت هناك مخاوف كثيرة حتى على مستوى السيكولوجيات الإنسان المقهور كما يقال في تدبير الجماعات ثم أيضا الحرب على أوكرانيا وتداعيتها لننسى ذلك فإذا قرأنا المسائل من ناحية المزدوجة ومرتبطة نرى بأنه كان نوع من الجدلية المؤسف هو أنه طريقة أولا بلورة دستور 2021 لم تكن بالمساوى الذي كانت به أو كان به دستور 2019 لأنه أخذ الوقت ثم كانت مساهمة كبيرة اقتراء إلكتروني اقتراء إلكتروني من يثبت لك بأن هناك غالبية شاركات فأسس لما ربما قام به رؤساء آخر لا أريد أن أذكر منهم ولكن كما نقول باللغة الفرنسية ستنبخيزيدونسياليزم يعني كأن الوزير الأول غير موجود ونحن نعلم التصادمات التي أو الصدمات التي كانت مع الوزير الأول السابق شامل مشيشي صحيح وقاموا بتعديل يعني حتى خطب الآن توانسا هم أنفسهم كما قلت الآن بدأوا يمتعدون حتى من لغة التهويل والتخويف والتخوين حتى تماما وبالتالي فيمكن أن نقول بأنه ينتكاس صراحة على المساوى السوري الديمقراطي تقريبا لم تتعدل الأصوات 11% من مجموع الكتلة الناخبة 9 مليون الذين هم لديهم الحق في تسوية تقريبا لم تتعدل لعدد مليون فاصلة شي حاجة فبالتالي توانسا يقولون على الرئيس أن يستقل لأن الدستور الحالي لا يتيح إمكانية دستورية أو مؤسساتية للإطاحة به اللهم إذا تخيلنا سيناريو على أساس أنه إما أن يستقل ويتحمل المسؤولية ويحصن البلاد من ما لا تحمد عقبه أو الخروج الشريع وهذا كما قلت في تداعية كثيرة على المستوى الشيخ وهذه السيناريوات ربما تطرقت لها بعض القوى الغربية التي كانت تدق ناقص الخطر حول تونس تارة عبر شق اقتصادي يقول بأن الاقتصاد التونسي لا يمكن أن يفي بتعهداته إن منح مجموعة من القروض على غرار صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وتارة من العاصمة التي تصنع القرار الدولي واشنطن على لسان أنتوني بلينكين ولكن لا الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في تونس كان على مقدرة من التواصل مع الرئيس أو التجاوب حتى مع ما يقدم من الرسائل ليس بصيغة الفرد بقدر ما هي بصيغة النصح ولحتى القوة التقليدية التي ألفت أن تلعب دورا محوريا في المنطقة المغاربية على غرار فرنسا كانت قادرة أن تؤدي دورها بل مسحبت من تونس كما فعلتها في مالي والنيجر وغيرها وحتى القوة التي تريد أن تفرض نفسها على المنطقة المغاربية ونقصد هنا الجزائر خلقت لتونس أزمة خانقة مع جارتها المغرب ولنا الحق أن نطرح الآن التساؤل أو السؤال حول الهيبة المالية التي أعلنت الجزائر أنها ستقدمها لتونس هذا الرئيس الذي أدخل تونس في محور هي في غنى عنه بمعنى أن كان على هذا الرئيس أن يعمل على تحقيق الاستقرار السياسي واجتماعي والاقتصادي أولا بمعنى إعادة بناء الدولة البناء الديمقراطي البناء السياسي وبالتالي السياسة الخارجية ستواكب بطبيعة الحال السياسة الداخلية والسياسة العمومية بشكل عام لكنه فضل الارتماء في محور على المستوى المنطقة وهو يدرك التناقضات التي تعتمد داخل الاتحاد المغاربي أو داخل منطقة شمال إفريقيا وتأثيرها على السلم والأمن على المستوى الإقليم من جهة وتأثيرها على أمل وحدة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا وبعنى هذه المنطقة وكان رهانه من خلال اعتماد الدفع بالمرأة بمعنى أن تكون حاضرة هو كان عمل على استمالة أولا الغرب من جهة عمل بطبيعة الحال على أن تكون الجزائر حليف وداعيم لكن في نهاية المطف فقد الداخل وهذا الداخل هو الذي يحدثنا فقد الداخل وحتى الخارج لأن السياسة الخارجية لم تمنع صناديق الاعتمالية لتونس ولم تنعش الاقتصاد التونسي وحتى أن قلنا أن هذا الاقتصاد خرج من جائحة كورونا بدأ بالانتعاش شيئا فشيئا ولكن القطعات الأساسية كالفلاحة والسياحة وغيرها 70% من مقاولاتها يعني إما أغلقت وإما تواجه شبح الإفلاس إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها تونس الخضراء للأسف شكرا لك سيلحسن أقرطيط الخبير في العلاقات الدولية شكرا لك أستاذ محمد زكري أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط سنعود لكم بالتأكيد في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص ولكن مضطرون للذهاب إلى استوديوهاتنا المركزية هناك في طنجة المتابعة باقي فقرات هذه الفترة الإخبارية المسائية نعود ونلقاكم في تمام السابع والنصف تفضلوا بالبقاء معنا إذن أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أينما كنتم في الجزء الثاني من ملف خاص وفيه نضع تحت المشهر الأزمة المتفاقمة هناك في الشقيقة تونس الخضراء ولكن قبل ذلك كما تبعتم ربما على مستوى وسائل الإعلام الدولية الأفريقية على وجه التحديد الكل يتحدث الشغل الشاغل اليوم هو الطفل الغيني أحمد هذا المهاجر الأفريقي القاصر الذي رحل من أفريقيا صوب الجزائر وتعرض هناك لمجموعة من الانتهاكات من التهديد إلى الاعتقال ثم إطلاق النار ووضعه في صحراء النيجر في تصرف لا يمت بصلة إلى احترام حقوق الطفل أولا ومن ثم حقوق الإنسان وأيضا حقوق المهاجرين في دولة جارة تدعي بأن لها عمق أفريقي وبأنها تبحث عن الوحدة الأفريقية وتنمية دول القارة وتترافع باسمها وتريد أن تكون كما تقول أو على الأقل كما يقول رئيسها قوة إقليمية ضاربة وهذه القوة أولا تبدأ بالأخلاق قبل كل شيء أود أن أخذ منكم تعليق دكتور أبو الذهاب يعني وحن نتحدث عن تونس ونتحدث عن منطقة المغربية نتحدث عن الوضع السياسي والاقتصادي نتحدث أيضا عن سياق أفريقي تتخلى له مجموعة من الظواهر التي فيها دول تلعب دور الرياضة وأخرى تصب الزيت على النار صحة تعبير بين القضايا التي تشغل تونس هي الأخرى والتي هي معنية بها هي قارتها الأفريقية مظاهر كالهجرة وغير ذلك اليوم نتحدث عن جارة مغربية أخرى تعلق الأمر بالجزائر التي أصبحت حديثة العامة والخاصة ليس لسبق في مجال ما ولكن لانتهاك حقوق طفل غيني اسمه أحمد ألقت به في النيجر في الصحراء هو وأربعمائة مهاجر جلهم من الأطفال والنساء ليس فقط لشيء إنما لأنه دخل للحدود الجزائرية كمهاجر غير نظامي فأصبح هذا الطفل حديث العامة والخاصة ومعه أيضا انتهاكات السلطات الجزائرية يؤسف لمثل هذه الحالات لا إنسانية والماشينة لأنه بالنظر إلى اتفاقية دولية مرتبطة بمجال حقوق الإنسان أو أيضا بحقوق الطفل وحقوق المهاجر تماما وهذه يستدعي وقف التأمل فيما يتعلق بهذا المفارقة ما بين توقيع وتصديق وتنفيذ على أرض الواقع ثم أيضا كما قلت الأخ نوفل لأنه طفل على كل حال ما أعرفه من القانون الدولي هو أنه الأطفال أو القصار الغير المرافقين ينبغي استقبالهم بما يستوجب ذلك من خلال الأقل المعاملات الإنسانية دون النظر إلى الترسانات أو القوانين ولكن اسمح لي أن أقول شيئا أيضا إضافيا لأنه بالإضافة إلى هذا الطفل هناك أيضا صور أخرى يتضرر منها المغرب لدينا ذاكرة لازالت حية فيما وقع في يونيو أعتقد 2022 تماما يعني محاولة تجاوز ذك السياج الحديدي والمآسي الإنسانية بالتالي المغرب كان دائما ينادي من أجل تكتيف التعاون الإقليمي فيما يتعلق بالتدبير ما يسمى بالهجرة غير النظامية وخصوصا يتعلق الأمر بأطفال نرمي بهم في الصحراء الشمس حارقة الجوع العطش إلى أخرين هذا يعرض أخذوهم في شاحنات أربعمائة شخص وأطلقوا النار في السماء لإخافتهم ويقول أحمد في شهادتي لوسائل الإعلام رفضت حتى أن أعطيهم جواز سفري لأنني إن أعطيتهم جواز سفري التقليد الشائع هناك هو تمزيق ذلك الجواز يعني هذا يستوجب تحميل المسؤولية لمن كانت لديه مسؤولية في هذا الحديث المؤلم جدا يعني وبالتالي فهذه فرصة ربما لإعادة مراجعة كل ما يتعلق بآلية التعاون الإقليمي من أجل تدبير خانوني حقوقي وإنساني أيضا لإشكالية الهجرة غير النظامية نعم ولكن قصة هذا الطفل ومن معه من أشخاص بلغ عددهم أربعمائة شخص أيضا أستاذ لحسن كشفت النقاب على أن هؤلاء الذين يتشدقون اليوم من مجموعة من الزعماء ويتحدثون عن أفريقيا ومستقبل أفريقيا وينظرون لأفريقيا ويريدون أن يترافعوا باسمها وأن يكونوا وكيلا للدول الأفريقية في رسم السياسات المستقبلية لا يستطيعون تحمل حتى طفل يأتي من غينيا مشارد يبحث عن عمل ويعمل ورب عمله لا يدعوه إلى المغادرة ولكن مجرد دورية من الشرطات تدقيق في الأوراق تقوم بترحيله بهذا الأسلوب بعد اعتقاله بالتأكيد وتخيفه بإطلاق النار وأمور كثيرة جدا يندلها الجبيد أستاذ نوفل كما كنت أقول دائما على أن هذا النظام أو هذه الدولة الآن لا تنتمي إلى النظام البيستفالي الحاديث هذه الدولة التي تضرب عرض الحائط الاتفاقيات الدولية حق الأساسي على المستوى الإعلان العالمي لحق الإنسان هو حق التنقل أولا كبداية الأساس هو حق التنقل وهو حق مضمون لكل مواطني الكرة الأرضية إن صح التعبير وبالتالي توفير الأمن والأمان لهؤلاء المهاجرين بطبيعة الحال هو الشرط الأساسي وكما أشر إلى ذلك الدكتور زكريا على أن من مهام الدولة من مهام الدولة توفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بالأكثر من ذلك توفير حتى إمكانات التمدرس والدراسة للأطفال للقصر وهذا ما تجمع عليه التفاقية الدولية المتعلقة بالأطفال التفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل كذلك هو ما تؤكد عليها المنظمة الدولية للهجرة وأعتقد على أن الجزائر بطبيعة الحال كما قلت هذه الدولة تفتقر إلى مقومات الدولة الحديثة إلى مقومات الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وبالتالي طبيعة هذا النظام وضدا على ما تتشدق به دائما دولة الجزائر حين يتعلق الأمر بإفريقيا أعتقد الآن أناما أمام حالة أحمد هي حالة كل المهاجرين بالأكثر من ذلك ينبغي أن نتذكر جميعا على أن ما كانت تقوم بقوات الأمن الجزائرية من ترحيل للمهاجرين للحدود المغربية بطبيعة الحال وكانت هناك تقارير صادمة للمنظمة الدولية التي تتحدث كيف أن الجزائر وقوات الأمن الجزائر والعسكر على المستوى الجزائر يخرقون اتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المهاجر المتعلقة بحقوق الطفل وكيف تساهم شبكات التهجير الجزائرية بطبيعة الحال في محاولة منها لتشويه صورة المغربية كيف كانت توقيبهم على المستوى الحدود وبالتالي فأعتقد كما يقال ما تعلنه الجزائر على المستوى خطابها لا يعكس حقيقة الحقيقة الوضع الأفعال التي تقوم بها والكل يتذكر الأياد السوداء التي أشارت إليها بعض المصادر فيما يخص التدفق الخاص بالمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود المغربية قادمين من الجزائر وأن هناك كان بين قوسين حديث عن تدريب وعن مد بأدوات وأسلحة ضارة ومن ثم كانت تلك المواجهات التي حدثت في المملكة المغربية قبل أشهر على العموم نطوي صفحة هذا الملف الذي تطرقنا له بعجالة ولكن أكيد أنه حاضر على مستوى نشراتنا الإخبارية في ميدي أن تيفي وأيضا مختلف البرامج في التناول في الترحي في التحليل كقضيتهم المملكة المغربية التي تعتبر رائدة في مجال الهجرة وتضم بين ثناياها في عاصمتها الرباط مرصد دولي للهجرة وأيضا يلقب عاهلها برائد في الهجرة وهذا كان اختيار من قادة أفارقة لظرا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها على مستوى هذا الملف الشائك مع الضفة الأخرى من المتوسط نعود إلى دولة أخرى كنا قد تحدثنا عنها في الجزء الأول لوضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن يتعلق الأمر بتونس نواصل الحديث وكنا قد فتحنا ملف الدور الخارجي في نهاية الحلقة وقلنا أن هناك بعض المؤشرات المتذبدة انتحدثنا عن فرنسا دكتور زكريا فرنسا أيدت عدد من الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد تعديلات الدستورية تجميد المؤسسات الدستورية ولكن بتحفظ في الجهة المقابلة الولايات المتحدة الأمريكية لمحت إلى أن هناك قضاء على العملية الديمقراطية وأن هناك خوف على العملية الديمقراطية في تونس جاء ذلك على لسان وزير الخارجي رئيس الدبلوماسي الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الدول العالمية التي تشاهد تونس وتخشى أن يكون هناك تيارات من الهجرة وسفن وقوارب موت تنطلق انطلاقا من تونس سواء باتجاه ديار الإيطالية أو حتى الفرنسية أو عاصمة أوروبية أخرى وتخشى حتى على السلم الاجتماعي داخل تونس ولكن في المقابل لا تحرك ساكنا لا يوجد هناك أثر بل بالأحرى لا يوجد استجابة حتى على مستوى ساكن قصر قرطاش لما يأتي من تقارير وأيضا من إشارات دولية حول الوضع والمواقف التي تعيش تونس من الطبق السياسي كما قلنا في الجزء الأول من الحلقة هو أنه الظرفية الحالية جيوسياسيا جيو اقتصاديا لا تساعد على وضوح الرؤية فيما يتعلق بمواقف بعض الدول خارج تونس بطبيعة الحال تجاه ما يقع في هذا البلد ثم ثانيا حتى على مستوى التدبير هذا الفترة 2019 إلى الآن على كل حال يبقى الرئيس التونسي هو الرئيس الشرعي دستوريا لا زال قائما بذاته وبالتالي كل تدابير التي وفقا لنسبة مئوية كم وصلت إلى حال عشر يعني نقول دستوريا لا يمكن أن نشك في شرعية دستورية أنا أتحدث عن شرعية دستورية الآن وبالتالي في الدول هي حريصة أولا على عدم تدخل تابعته ما قاله أنطوني بلينكين وأيضا مسؤولين آخرين هم يتفادون الحديث بشكل مباشر ويقولون بأنه نحاول أو نتوقع أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الخطوات الفعلية أستاذ زكريا تكون في المادة في الفلوس في النقود يعني المؤسسات البنكية الدولية التي تمنحك الضمانات للحصول على القروض الكل يعلم بأن أمريكا لها يد طولة فيها وبالتالي اليوم تونس بحثت عن قروض بنكية ولكنها لم تحصل عليها والاقتصاد التونسي كما يقول لست أنا ولكن راشد الغنوشي في اتجاهه إلى الانهيار إلى الطوفان ومن ثم سيناريو سيرلانكا كما قالوا والكل يعلم ما حدث في سيرلانكا هي شوف كين واحد نوع من تدبير توازنات جيوسياسية إقليميا لأنه الدول هي أدرى مني بمصالحها بطبيعة الحال وخصوصا تتبع تانية لحظة بلحظة فيما ينبغي أن تقوم به تجاه مواقف أو حالة معينة لا يمكن أن نقول بأن أمريكا مع فرنسا دائما لديها نفس المواقف في تدبير قضايا مغربية مثلا سواء مع الجزائر مع قاضية الصحر المغربية إلى أخيره ولكن ما ألاحظ أنه الآن الأزمة في تونس لم تصل إلى مستوى متقدم جدا هو شأن تونسي داخلي نعم ولكن ننتظر الدور الثاني من الانتخابات الشريعية ربما قد يكون كما نقول بالفرنسيا لا ندري الرئيس تونسي قال بأنه كذلك الشوط الأول من المباراة ننتظر الشوط الثاني نحن نترقب وسوف آنا ذاك نقول ما إذا كان هذا المسلسل هذا سوف يؤدي إلى نتائج على أرض الواقع أم مرة أخرى سوف يقود إلى نوع من الإنسداد السياسي ولكن على كل حال يمكن أن نقول أن هناك نوع من الغموض في بعض المواقف صراحة بالنظر إلى أنه كان يعتبر رئيس تونسي أنه ذلك الواجهة ضد الإسلاميين المتطرفين إلى آخر ضد الإرهاب كذا كذا ولكن مع الوقت ربما بدأت تتفتت هذه المسألة ويظهر بأنه ربما غير قادر على تدبير هذه المرحلة الرائعة واليوم هناك ذكرى الثورة التونسية الرابع عشر من يناير وأقطاب المعارضة التونسية وكل المؤسسات التي تختلف مع رئيس قيس السيد تدعو لمظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الرابع عشر من يناير لإحياء ذكرى الثورة ولتأكيد على مكتسبات الثورة التونسية هناك أيضا 25 و 26 يناير دعوة أيضا لإضراب جديد يشمل قطاع النقل على المستوى تونس ككل هناك في نفس الوقت أيضا من يقول بأن العملية السياسية التي أشار إليها أستاذ زكريا بأنها لن تسمن ولن تغني من جوع لأن الانتخاب كان على الأفراد ولم يكن على اللواء وبالتالي هناك إضعاف لدور الأحزاب السياسية في تونس ولطالما علمنا أن قوة المشهد السياسي في تونس كانت تأتي من تلك التيارات السياسية المختلفة على الأقل ما بعد ثورة تونس ما بعد انهيار الحزب الوطني الحاكم الذي كان يقوله الراحل زين العبدين بن علي أصبح التعددية السياسية في تونس منحت ذلك الوجه المشرق والانتقال السلس والسلمي للسلطة بين مجموعات من الرؤساء وصولا إلى قيس سعيد الإفراغ تونس من ماهيتها من صحة تعبير على المستوى السياسي قد يؤدي إلى انهيارا في السلم الاجتماعي بالنظر إلى التوتر الحادث والمواعيد المرتقبة التي تعتبر تاريخية بالنسبة للفعل السياسي تونس الغريب في الأمر أن الأستاذ نوفل هو أن الرئيس الحالي هو أن الرئيس الحالي اتجه مباشرة إلى سياسة المحاور على المستوى الإقليمي مع العلم أن منذ 14 يناير 2011 إلى حدود الآن كانت هناك حكومات تعاقبت على تونس وبطبيعة الحال كان دائما هناك تجادبات سياسية وكان دائما هناك تدخل إقليمي نتذكر كذلك ينبغي دائما أن نتذكر الأحداث لأن كما يقال التاريخ وذكرة الشعوب أن الأحزاب التي كانت ممتلة كذلك على مستوى الحكومات الصابقة كانت لها ارتباطات إقليمية سواء بقطر سواء بتركيا وأتحدث هنا عن حزم النهضة كذلك كان هناك ارتباطات بدول أخرى على المستوى الإقليمي بمرجعيات وليست دول بمرجعيات مختلفة بمرجعيات مختلفة أن ترهنا حزب وطني لدولة أجنبية هذا قاله سعيد وكانت التفق مع خطابه قال بأن هناك بعض الدول وتلك الدول أرسدت موفدين على أعلى مستوى واستقبلهم في القصر الرئاسي وعقد معهم مشاورات وحوارات ومكثيرة نستنى الأحزاب السياسية الأخرى ولكن حزب النهضة كان له ارتباطات كمرجعية كمرجعية تماما أما تبعية لدولة لا أتحدث عن تبعية لا نهائيا لا أتحدث عن تبعية لدولة ولكن أتحدث عن تيار الإخوان هذه الأمور مواضحة لأن في نهاية المطاف نتحدث عن حقبة كاملة مما نسميه بالإمبورمنت الإخوان المسلمين بمعنى أن مشروع كان كبير جدا يرادا للمنطقة تماما لم تكن أخونا لتونس لا 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 يعني أعتقد أن هناك تقارب ما بين التيار الإسلام السياسي في تركيا ونظيره في تونس مستمع تونس من الصعب بمكان دولة المدنية التي بنيت من عهد برقيبة أن تفرض عليها الإسلام السياسي كان من المستحيل في تونس لماذا أردت فقط الحديث على هذه المعطيات والتذكير بها لأن في نهاية المطاف من نخط السياسي الآن على المستوى تونس والرئيس قيس سعيد إن لم يكن إفراز لهذا الصراع السياسي الطبيعي على المستوى تونس لأنه ليس له تاريخ سياسي في نهاية المطاف هو أستاذ القانون الدستوري ولكن يفتقر له الخبرة السياسية ويفتقر الانتماء السياسي وبالتالي حديثه هو فقط لأخلص إلى فكرة مهمة جدا هو أن النخبة السياسية أو الطبقة السياسية على مستوى تونس وهذا ما هو الشعب التونسي في حاجة إليه ينبغي أن تكون نخبة مستقلة عن الدين مستقلة عن السياسة ومستقلة عن المال بمعنى أن النخبة السياسية الآن ينبغي تحقيق هذا العقد الاجتماعي الضروري هذا العقد السياسي الضروري لإعادة بناء الدولة الآن الأزمة الكبيرة على المستوى تونس هي الصلاحية الواسعة جدا للرئيس قيس سعيد وبالتالي ما نسميه داخل نظام دولة الحديثة السلطة وقوى المجتمع المدني قوى الحية التي تشكل التوازن عن المستوى الصلاة في البلد هي بالنظر إلى هذه الصلاحية الواسعة ليس لها مكان يسمح لها بطبيعة الحال من تحقيق تلك القيمة المضافة في البناء المؤسساتي الحديث جميل وفي البناء الديمقراطي الحديث أنا أتحدث عن تواريخ معينة تحدث عن إضرابات مرتقبة تماما مرتقبة نهاية الشهر وتحدث لك عن ذكرى الثورة وأكثر من ذلك رهان قيس سعيد لحدود الآن هو رهان على صندوق النقد الدولي وبطبيعة الحال بعد الإعانات التي حصل عليها من البنك الدولي ومن البنك الأوروبي هناك رهان على أربع مليارات لنخروج إلى حد ما من الأزمة الاقتصادية وبطبيعة الحال هذا القرن لن يشكل كتلة الأجور صدقني ما أتفق معك كتلة الأجور لمدة زمنية معينة في 2023 أتفق معك لذلك أقول على أن قيس سعيد أصبح يشكل جزء من الأزمة السياسية بل إنه الأزمة إن أردت كذلك ما دمنا نتحدث على أنه نعود لنفس التساؤل أن قيس سعيد فوت فرص الاندماج الإقليمي فوت فرص بناء علاقة اقتصادية قوية مع المملكة المغربية والاستفادة من شركاء المملكة واستغل فصلا قانونيا واحدا لكي يكرز سلطات الشخص أو الرجل الواحد في الحكم هناك في تونس الحل ببساطة داخلي أم خارجي تعودنا في الدول التي عانت من الربيع العربي أن يكون هناك إسقاط من علي بمعنى آخر هاتف من أوباما لمبارك بمعنى آخر ما حدث مع نظام بشار تدخل إيراني في آخر رحضة لينقذ رئيس دولة كسوريا هناك أمور كثيرة حدثت دائما ما رأى فيها الأصابع الخارجية تكون لاعبة لدور محوري داخل دول الربيع العربي أو الخريف العربي سميه ما شاء اليوم من نموذج التونسي في هذه المرحلة الحساسة الحل داخلي أم خارجي الحل أولا حول التوافق السياسي الداخلي بين جميع الأطياف سواء النقابية أو السياسية إعادة الحياة داخل أحزاب السياسية سواء كانت معارضة أم أغلبية وإن كانت أغلبية قليلة أو نسبية لا يمكن أن نتصور حل الخارج لأنه لنرى الجيران أيضا إذما الليبيا الآن لم نستطع تجاوزها برغم من المحاولات وبالتالي فكأن هناك لا يوجد قواسم مشتركة مع تونس الله يودي ليبيا دخلت في حرب أهلية وخالفك الرأي لم تبقي ولم تذر دكتور دكتور ليبيا نهار نظام سمح لي نوفي نقول لك واحد المسألة الموقف المغربي دائما يشديد على ضرورة أن يكون هناك إيجاد حل داخل لماذا؟ أولا نحن نتفادى تدخل في شؤون داخل لا نحن لا نتحدث اليوم العقيدة الدبلوماسية المغربية لا تملك أي أجندة لأي دولة أخرى هذا الأمر واضح ولكن نتحدث اليوم إن أردنا أن نقارن ما بين ليبيا وتونس ليبيا آلاف القتلى ليبيا توازنات حتى عسكرية هناك جهة حفتر وهناك برلمان طبرق وهناك برلمان طرابلس هناك مشاكل بالجملة في ليبيا وانقسامات في تيارات بها قبلية وفيها أمور أخرى لها حتى أذرع عسكرية صحيح التدخل الخارجي قد أتفهم معك أقول بأنها تلقفتها الأذرع الفرنسية ثم الإيطالية ثم الولايات المتحدة ولكن تونس لم تصل لهذه المرحلة لن تتبعونا المشاهدين باش نكونوا واضحين في الطرح ديال النقاش تحدثت عن ليبيا من جراء تدخلات ديال الدول الأجنبية والأياد الخافية التي لا تريد لليبيا استقرار بما أن هنا تحدث عن تونس أيضا هي معرضة والسؤال الذي طرحت تحدثت عن فرصة وتحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا عن الجزائر إذن كان أيضا تدخلات وأجندة خارجية لا يمكن لها أن تساعد في الواقع التونسيون على إيجاد حل داخلي أنا مع الحل الداخلي على أساس أن تمر هذه المرحلة لنطرحت لي السؤال قلت لي كيف تتصور الخروج من هذه الأزمة أنا أقول لك بأن التونسيين لديهم من الدكاء ما هو كافي لتجاوز هذه الأزمة لا ننسى أنهم راكموا تجارب معينة بطبيعة الحال نحن لا نريد أن نشخص النقاش وأن نوجهها دائماً لهم إلى شخص واحد بما أنه المشكل يتجاوز هذا الشخص مشكل مجتمع مؤسسات سيق دولي صراحة متأزم جيراً إلى آخر ولكن يمكن أن نتفاعل بأن هذه مرحلة انتقالية وأن التونسيون مرة أخرى مادم أنهم أخرجوا الدستور 2014 وتجاوزوا مثبتة المرحلة السابقة لديهم من المقومات ما يساعدهم لتجاوز هذا رأيي السينوفل لا رأيك يحترم ولكن أنا لا أقول أن إن قلنا حل داخلي أو خارجي فنحن نقرأ من خلال معلمنا التاريخ في بعض من الدول التي عانت من الربيع أو الخريف العربي والتي كانت هناك أياد خارجية حكمت في مصائر هذه الدول فنحن نتساءل ونقول بأن هانتورس اليوم قادر على إخراج حل داخلي بتوافق القوى السياسية الحية لتوافقات ما قد يكون جزء منها قيس سعيد أو قد لا يكون يستطيعون أو أن يكون هناك لا قدر الله تدخلات خارجية لأنه سبق قالوا الحسن تحسن المصير التونسي هذا ما أشعرنا إليه فقط أما نحن ما نريد نحن نريد الخير لتونس ولكل الدول العربية والجارة والأفريقية وللإنسانية جمعاء وكما تفضلنا قبل قليل العقيدة الدبلوماسية المغربية واضحة لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ومواقف المغرب ثابتة وربما التاريخ يعني يمكن أن يعطينا الكثير من الدروس والعبار في هذا المجال شكرا لك سلحسن أقرطيط البحث والخبر في العلاقات الدولية شكرا لك أيضا أستاذ محمد زكري أبو دعان مرحبا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة بهذا نصر الاختام حلقة اليوم من ملف خاص شكرا لكم وننتقل وإياكم إلى استوديوهاتنا المركزية هناك في طانجة لمتابعة باقي فقرة هذه الفترة الإخبارية المسائية فإلى هناك اشتركوا في القناة